موسيقى فقال عثمان لي معاوية ما ترى فان هؤلاء المهاجرين قد استعجلوا القدر ولابد لهم مما في انفسهم فقال معاوية الرأي ان تأذن لي فاضرب عناق هؤلاء القوم من معاوية اضرب عناق هؤلاء القوم قال من قال علي وطلحة والزبير قال عثمان سبحان الله اقتل اصحاب رسول الله بلا حدث احدثوه ولا ذنب ركبوه قال معاوية فان لم تقتلهم فانهم سيقتلونك قال عثمان لا اكون اول من خلف رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في امته بهراق الدماء قال معاوية فاختر مني احدى ثلاث خصال قال عثمان وما هي؟ قال معاوية ارتب لك ها هنا اربعة الاف فارس من خيل اهل الشام يكونون لك رداء وبين يديك يدا قال عثمان ارزقهم من اين؟ لاحظ الخليفة لا يستطيع ان يوفر ارزاق اربعة الاف فارس ومعاوية يقول عندي مئة الف فارس مع عوائلهم فمئات الالاف معاوية ارزقهم والخليفة لا يملك ان يؤدي لهؤلاء الارزاق قال عثمان ارزقهم من اين؟ قال من بيت المال لاحظ انا اقول لكم خط الصحابة حتى عثمان غير خط معايا وآل اميه انتبه جيدا لاحظ هذا الحوار دقق في هذا الحوار قال عثمان ارزقهم من اين؟ قال من بيت المال قال عثمان ارزق اربعة الاف من الجند من بيت مال المسلمين لحرز دمي حتى اداف عن نفسي فقط من اجل هذا اصرف وارزق اربعة الاف من الجند لا فعلت هذا قال معاوية فثانية قال وما هي؟ قال فرقهم عنك فلا يجتمع منهم اثنان في مصر واحد واضرب عليهم البعوث واضرب عليهم البعوث لاحظ حتى يكون هذا هو الاسلوب كم تدحف تذكرون هذه العبارات يقول حتى يكون دبر بعيري دبر بعيري احدهم اهم عليه من صلاته لاحظ هذا على الصحابة على الصحابة يتحدث يقول ضيق عليهم ابعدهم شرد هؤلاء طرد هؤلاء انفي هؤلاء يقول حتى يكون دبر بعيري احدهم اهم عليه من صلاته قال عثمان سبحان الله شيوخ المهاجرين وكبار اصحاب رسول الله ويقول ما هو الدليل على ان معاوية قد سبع عليا او كان يلعن عليا او كان يطعم بعلي هذا هو معاوية لاحظوا ماذا يقول بحق الصحابة وماذا يريد ان يفعل بالصحابة قال عثمان سبحان الله شيوخ المهاجرين وكبار اصحاب رسول الله وبقية الشورى اخرجهم من ديارهم وافرق بينهم وبين اهلهم وابنائهم لا افعل هذا قال معاوية فثالثة قال وما هي قال اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت لاحظ التفت جيدا وضع هذا المسمار في معش اغتيال الخليفة الثالث قال اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت قال عثمان نعم هذه لك أخذها معاوية إذن صار هو الطالب بدم عثمان وانتهي الأمر قال عثمان نعم هذه لك وفي الطبر الجزء الخامس يقول الخصلة ثانية الخصلة الثانية يقول أن ينطلق عثمان معه إلى الشام فرفض عثمان أن يترك جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم خرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن نصيحتي كذبتني قاله ثم خرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن نصيحتي كذبتني ونفسي منتني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتمادوا في الباطل فإن الباطل يزداد من الله بعدا من أساء فليتب ومن أخطأ فليتب التفيت هذا ونجي الصحابة يقول وأنا أول من اتعظ والله لئن ردني الحق عبدان يقول ومن أخطأ فليتب وأنا أول من اتعظ والله لئن ردني الحق عبدان لأن تسبن نسب العبيد ولأكونن كالمرقوق الذي إن ملك صبر وإن أعتقى شكر ثم نزل فدخل على زوجته نائله فدخل على زوجته نائله ودخل معه مروان بن الحكم فقال مروان يا إمر المؤمن والله لو قلت الذي قلته وأنت في عز ومنعا لتابعتك ولكنك قلت الذي قلت وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين فانقض فانقض التوبة ولا أتقر بالخطيئة لاحظ يوجه الكلام لمن؟ لخليفة المسلمين لأمنه لولي الأمر يقول له يا إمر المؤمن والله لو قلت الذي قلت لو قلت الذي قلت وأنت في عز ومنعا لتابعتك لكن لا أتابعك لما لا يقول ولكنك قلت الذي قلت وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام طبيين فانقض التوبة ولا أتقر بالخطيئة لاحظ كيف أنه لمعاوية ولمروان السبب في تأزم الأمور في تصاعد الأمور في خروج الناس على الخليفة الثالث لماذا؟ يرسمون لمجدهم لسمعتهم لشخوصهم لسلطتهم هذا الذي حصل يقول له فانقض التوبة وقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين فانقض التوبة ولا أتقر بالخطيئة ويكمل صاحب الإمامة والسياسة تحت عنوان ما أنكر الناس على عثمان رحمه الله يقول قال وذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله ومنهم ذو القربة واليتامة والمساكين وما كان من تطاوله في البنيان حتى عدوا سبع دور بناها بالمدينة وبنيان مروان القصور وعمارة الأموال وبنيان مروان القصور وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لله من الخمس الواجب لله ولرسوله وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أميه أحداث وغلمة لا صحب لهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجرب لهم بالأمور وما كان من الوليد بن عقباء بالكوفاء إذ صلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكران أربع ركعات ثم قال لهم إن شئتم أزيدكم صلاة إن شئتم أزيدكم صلاة زدتكم وأيضا شكوا عن تعطيله إقامة الحد عليه وما كان من الوليد بن عقباء بالكوفاء الصلى وما صحوه وأمير عليها قلنا وتعطيله أيضا شكوا تعطيله إقامة الحد على الوليد وتأخيره ذلك عنه وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم واستغنى برأيه عن رأيهم وما كان من الحمى الذي حما حول المدينة وما كان من إدراره القطائع والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام على آله الصلاة والسلام ثم هؤلاء الذي يعطيهم لا يغزون ولا يذبون وما كان من مجاوزته الخيزران إلى الصوت وأنه أول من ضرب بالصياط ظهور الناس يقول الخليفة الثالث أثمان شكوا من أنه أول من ضرب بالصياط ظهور الناس وإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدر والخيزران كنا هذا في الإمامة والسياسة وبنفس المضمون يوجد في التبري وجزء الخامس وابن الأثير الثالث والعقد الفريد الرابع ومروج الذهب الثاني كاف حسب فهمي للأحداث وباختصار أقول أن القرائن تشير وتوجه أن الخليفة أمار رضي الله عنه قد وعي المؤامرة الكبرى والتي استحكمت بعد تنفيذ عملية اختياله وقد استيقن الأطراف الدائمة والمستفيدة التي تقف وراء ما حصل لكن الاختيارات عنده محدودة بل محدودة جدا فاضطر إلى شورى الستة عسى أن يكون فيها منفدا لتدارك الأمر والخروج من الفتنة وقطع طريق أهل الغدر والمكر الحي القريشي أو القريشي الذي حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منه الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتوقع فكان الخليفة أمار يتوقع سحب البساط من تحت أقدام المتآمرين دون إثارته وإثارة مشاكل كبرى فتوقع أن نتيجة الشورى إن لم تكن لعلي عليه السلام فإنها على الأقل سوف لا تكن للخط الأموي الذي جعل عثمان في الواجهة وتنفيذه المخطط تحت عنوانه ويشير إلى هذا المعنى ما كشفه ابن عمر رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله عنه في في أن خروج الخلافة من علي عليه السلام كان بتهديد كان بتهديد وتحت قوة السيف والسلاح كما جاء في الإمامة والسياسة حيث قال ابن قتيبة تحت عنوان اعتزال عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلم يقول أي ابن قتيبة في الإمامة والسياسة يقول وذكروا أن عمار بن ياسر قام إلى علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ائذن لي آتي عبد الله بن عمر فأكلمه لعله يخف معنا في هذا الأمر لعله يخف معنا في هذا الأمر فقال علي عليه السلام نعم فأتاه فقال له يا أبا عبد الرحمن إنه قد بايع علي المهاجرون والأنصار عليهم السلام رضي الله عنهم ومن انفضلناه عليك لم يسخدك وإن فضلناك وإن فضلناك لم يرهك وقد أنكرت السيف في أهل الصلاة وقد علمت أن على القاتل القتل وعلى المحسن الرجم وهذا يقتل بالسيف وهذا يقتل بالحجارة وأن علي عليه السلام لم يقتل أحدا من أهل الصلاة فينزمه حكم القاتل فقال ابن عمر يا أبا اليقضان إن أبي جمع أهل الشورى لاحظ ابن عمر يقول يقول يا أبا اليقضان إن أبي جمع أهل الشورى الذين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض فكان أحقهم بها علي عليه السلام غير أنه جاء أمر فيه السيف غير أنه جاء أمر فيه السيف ولا أعرفه أو لا أعظفه ولكن والله ما أحب ولكن والله ما أحب أن لي الدنيا وما عليها وأني أظهرت أو أضمرت عداوة لعلي عليه السلام وأني أظهرت أو أضمرت عداوة علي عليه السلام انتهى المقتبس من الإمامة والسياسة أقول وأما كون الخليفة عثمان وأما كون الخليفة عثمان قد دفع به الخط الأموي إلى الواجهة وقد تخلى عنه بعد أن ورطه وأوصل الأمور بينه وبين الصحابة والمسلمين إلى أقصاة الزوم حتى تم اغتياله رضي الله عنه وكانت استجارته وأهل بيته وكانت استجارته وأهل بيته واستغاثتهم بعلي عليه السلام وليس بالحي الأموي ولا بمن خرج زاع من الأخذ بثأره ففي الجليس الصالح الكافي الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي هذا عنوان كتاب في الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعافي النهرواني قال المجلس الحادي والستون قد بلغ السيل الزبا هذا هو العنوان يقول محمد بن الحسن قال لما كثرت طعن على عثمان تنحى علي عليه السلام إلى ماله بينبع فكتب إلي عثمان أما بعد فقد بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الأمر فوق قدره وطمع في من لا يدفع عن نفسه فإن كنتوا مأكولا فكن خير آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق فإن كنتوا مأكولين فكن خير آكلي وإلا فأدركني يا علي وإلا فأدركني ولما أمزق هذا ايضا ورد هذا المعنى في سيرة علام النبلاء للذهبي وفي سيرة علام النبلاء قال الذهبي قال محمد بن جبير لما حصر عثمان ارسل الى علي عليه السلام ان ابن عمك مقتول وانك مسلوب وعن ابان بن عثمان قال لا زال الكلام في سيرة علام النبلاء وعن ابان بن عثمان قال ابان بن عثمان قال لما الحو على عثمان بالرمي خرجت حتى اتيت علي عليه السلام فقلت يا عم اهلكتنا الحجارة فقام عليه السلام معي فلم يزل يرمي حتى فتره من كبه ثم قال يا ابن اخي اجمع حشمك ثم يكون هذا شأنك هذا في سيرة علام النبلاء للذهبي تحت عنوان سيرة خلفاء الراشدين لام الانصر الاهم والمحور الاخطر في جريمة اختيال خليفة الفاروق والذي يرجع اليه ما ذكرناه من محتملات سابقة وغيرها قد كشف عن نفسه في موسم الحج الاخير الذي حضره امر قبيل اختياله والذي تضمن الحديث بكل صراحة ووضوح عن موت الخليفة وعن تعيين وتشخيص البديل الذي رفضه امر بشدة الى المستوى الذي اضطر فيه ان يذكره بخطورة ما حصل في السقيفة وطريقة اختيار ابي بكر للخلافة واشار الى احتمال قرب موته وحذره رضي الله عنه وحرم من الكذب عليه كما الزم الحاورين واكد عليهم نقل كلامه الى باقي البلدان واشاعته بين المسلمين طبعا لمن يعقل لمن يفهم لمن يدرك للمنصفين للعقباء للمؤمنين